واندفاعاتها المميزة والجميلة هنا نسير مشاهدين العزاء ومتابعين الكرام مع هذه الانطلاقة لأيضا شوطنا الخامس عشر في اتعداد اشواطي هذا الصباح ونتعرم مباشرة مع مقدمة الشوط ومع صدارة الأولى والمقدمة والمنافسة القوية والعملاقة في هذا الشوط من خلال هذا التحدي المثير هنا مشاهدين العزاء ومتابعين الكرام نسير الى الصدارة نسير الى المركز الاول الله شوفوا التحدي شوفوا المنافسة المركز الاول اذنك سلطان بنسالم بنسليم الدرعي يتقدم في المركز الاول بينما المركز الثاني القادم انجاز لعلي بنسلطان بن رشيد يتقدم مع انجاز وانجازاتها العديدة ياتي مع المركز الثاني المركز الثالث الهائلة سلطان بن علي بن ناصر المغير يوصل في هذه اللحظات المركز الرابع وصل محمد بن سعيد بن مطر الرميثي يقدم لنا ايضا عجائب عجائب يا عجائب الرميثي وتاريخه يتقدم بينما الوصول الاخر الدخول من العاصمة الخالد بن سالم بن علي ايضا يتقدم الطوير شياتي في هذه اللحظات لياتي بهذه الانطلاق الدخول من المجتشارة خليفة بن عبدالله بن يعد الحمير يوصل في هذه اللحظات بينما هناك القادمة في هذه اللحظات هند سلطان بن سليم بن سالمين الوهيبي القادم من البواب 11 وصول اخر من خلال نجود عمير بن عبدالله بن عمير المنصوري يتقدم مع نجود وبالرشيد وصل بالرشيد مع امسية احمد بن سلطان بالرشيد السويدي هكذا مشاهدين العزاء متابعين الكرام اعود الى مقدمة شوط اعود الى الصدارة الاولى اعود الى المركز الاول الحوار الثنائي المقدمة مشاهدين العزاء متابعين الكرام مع الدرعي على المركز الاول مع الدرعي على مقدمة هذا الشوط والصدارة الاولى هناك من يقدم لنا هذا الاسم من يقدم لنا انطلاقة يا دنوك سلطان بن سالم بن سليم الدرعي ياتي مع المركز الاول انجاز انجاز علي بن سلطان بن رشيد يتقدم بن محمد لياتي مع الانجاز لياتي مع الانجاز على المركز الثاني المركز الثالث وصلت العاصمة خالد بن سالم بن علي الطويرشي وصل في هذه اللحظات ولكن بن يعد مع المشتشار شوفوا الاسم القادم شوفوا الاسم القادم الواصلة في هذه اللحظات مشاهدين العزاء متابعين الكرام وصلت في هذه اللحظات وتقدمت ايضا هنا من خلال هذه المشاركة محطة احمد بن عبدالله بصطيون الدرعي وصل الدرعي ليقدم لنا محطة ودخول نهب فلاح بن علي بن مصلح الاحباب يا سلام الكيلو متر الاخير دخلنا اجواء دخلنا اجواء وايضا تميزه وانتصاراته لمن الفوز لمن الانتصار لمن الاداء الجميل لمن التحدي المثير يا سلام يا سلام يا الدرعي مع ايضا اذنك سلطان بسالم بن سليم الدرعي يتقدم مع اذنك على المركز الاول ولكن انجاز علي ابو سلطان بن رشيد يتقدم مع انجاز الله 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 التحديات وصلت المشتشارة القادمة الخليفة بن عبدالله بن يعد الحميري يتقدم الحميري يتقدم وياتي بهذه الانطلاق ولكن الله ما زال الدرعي على الصدارة الدرعي غادر الجميع راح راح مع اذنك سلطان بن سالم من سيف بسليم الدرعي مع الصدارة الاولى والفوز والانتصار سلام يا الدرعي سلام سلام يا راعي اذنك سلام على هذا الفوز ولحظات الوصول مع خط النهاية معلنا بانه بطلا لهذا الشوء تهانينا السلطان بن سالب السيف بن سليم الدرعي على فوزي اذنك بالمركز الاول تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت في انجاز العليب وسلطان بن رشيد المركز الثالث المشتشارة لخليف بن عبدالله بن يعد الحميري المركز الرابع وصول ودخول نهب فلاح بن علي بن مصلح الحبابي والمركز الخامس بشاير مبارك بن حمد بن محمد بن مرحومة العامري ما يبنى الهطاري مع خط النهاية تهانينا والناموس سلام لي مالك اذنك وسلامي الدرعي سلطان بن سالم بن سليم الدرعي تهانينا على هذا الفوز حيث قطعت مسافة السباق مشاهدين الاعزاء في توقيت زمني قدر هنا مشاهدين الاعزاء بالافضل كسر حاجز الست خمس دقائق تسعة وخمسي ثانية وست اجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك اذنك سلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرعي المركز الثاني انجاز عليب سلطان بن رشيد قطعت مسافة السباق في ست دقائق ثلاث ثواني سبع اجزاء من الثانية تهانينا والناموس ثالثا تأتي المشتشارة خليفة بن عبدالله بن ياعد الحميري وقطعت المسافة في ست دقائق وايضا خمس ثواني اربع اجزاء من الثانية تهانينا والناموس مشاهدين الكرامة متابعين الاعزاء نصل بكم ولشوط الانتاج والمدار